سنذكر الآيات التي ذكر فيها فضل القدس والمسجد الأقصى المبارك يعني مركزين على أن بركة القدس أصلاً سميت القدس والقدس ببركة وجود المسجد الأقصى المبارك يعني هو سبب البركة وسبب القدسية وسبب المكانة باعتبر أنه أحد المسجد الثلاثة التي يشد إليه الرحال كما طلب ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم قد يكون الحديث أو ذكرت آية فيها ذكر الأقصى مثلاً فقط لحاله فالمراد به القدسية له ومن ثم القدسية لما حولها وقاصة مدينة القدس باعتبر أنها الحاضنة لهذا المسجد الأقصى المبارك أما هذه الآيات فتقريباً بلغت 12 آية في القرآن الكريم ذكر كثير من المفسرين على أن المراد بها سواء كان المسجد الأقصى المبارك أو ما حوله يعني بيت المقدس أو القدس أو ما شبه ذلك حتى البعض كان يرى أن المراد به فلسطين وأن المراد بها بلاد الشام وما إلى ذلك باعتبار كلمة الذي بركنا حوله يعني فلسطين وبلاد الشام عند بعض أقوال المفسرين أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الفئة التي لا تقهر والفئة التي ستقهر العدو والتي لن يضيرها قذلان من يخذلها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس يعني كما قال بعض المحقم الشرح الحديث المراد بأكنا في بيت المقدس يعني القدس وفلسطين وبلاد الشام وهكذا الآية الأولى هي الآية المشهورة التي هي في مطلع سورة الإسراء وهي أساس البركة وأساس القدسية والمكانة لهذه الأرض المباركة المقدسة التي قال الله تبارك وتعالى فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إذن هذه الآية هي أساس البركة الحقيقة يعني تكلم كما قلنا عديد من فسرين بهذه البركة أن المراد بها كما قال المنهج الصيوطي في كتاب تحافي الأقصى في فضاء الأقصى حينما قال معلقا على هذه الآية الكريمة آية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله قال فلو لم يكن لبيت المقدس من الفضيلة غير هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية لأنه إذا بورك حوله فالبركة فيه مضاعفة لأن الله تعالى لما أراد أن يعرج بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى سمائه جعل طريقه عليه ثبيان لفضله وليجعل له فضل البيتين وشرفهما وإلا فالطريق من البيت الحرام إلى السماء كالطريق من البيت المقدس إليها يعني هذا الكلام من هاج الصيوط في كتاب تحافي الأقصى تعليقا على هذه الآية المباركة سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله تجتمل على عدة قضايا أول حاجة بيان أن هذه الآية في حد ذاتها لو كانت لحالها موجودة في هذه البركة وفي هذا المكان والأهمية لكانت كافية وبجميع البركات وافية كما ذكر النقطة الثانية أيضا بيان أن هذه البركة الحقيقة الموجودة في هذا المكان هي لأنه الله عز وجل حينما ذكر في هذه الآية الذي باركنا حوله لم يقل الذي باركنا فيه قال أنه لو قال الله عز وجل الذي باركنا فيه لكانت البركة خاصة بالمسجد الحصول المبارك لكن الله عز وجل أراد أن يبارك ما حوله يعني القدس وفلسطين وبلاد الشام ببركة هذا المسجد الحصول المبارك فإذا كان ما حوله مباركا إذن هو بالتأكيد البركة فيه مضاعفة وهذه البركة فيه المضاعفة يسبب بركة ما حوله في القدس وفلسطين وبلاد الشام قضية الثالثة الحقيقة التي أشار إليها أنه وليجعل لأن الله تعالى لما أراد أن نعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماهج على طريقه وعليه تبيان لفضله يعني أن الله سبحانه وتعالى حينما أسر بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من مكة من بيت الحرام بيت الحرام في مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى المبارك إنما أراد بيان مكان بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك وإلا فالمسافة ما بين البيت الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبو الشريف في المدينة المنورة بعد ذلك هي نفس المسافة ما بين بيت المقدس أو المسجد الأقصى المبارك إلى السماوات العلاء لكن الله عز وجل قص هذا المسجد الأقصى المبارك ليكون إليه الإسراء ومنه المعراج إلى السماوات العلاء ومن فوقه كان فريضة الصلاة أعظم فريضة في هذا الإسلام العظيم من فوق المسر الأصل المبارك دلالة وبيانا لفضل هذا المسر الأصل المبارك وما يدور حول هذا المسر الأصل المبارك الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أيضا واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نكبر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين إذن هذه الآية أيضا في سورة البقرة يعني ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعني الشاهد في هذه الآية كلمة حطة حطة هي معروفة الآية من أبواب المسر الأصل المبارك من الجهة الغربية الجهة الغربية الشمالية في باب يقال له باب حطة وحي بدخل هذا الباب على حي في داخل القدس القديمة وقال له حي حطة حي حطة يعني هذا يدلل على مكانة خاصة لهذا الحي ولهذا الباب بل للمسر الأصل وهو كناية عن المسر الأصل المبارك بصفة عامة إذن الله عز وجل حينما قال وقلنا يعني قال الله عز وجل لبن إسرائيل ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعني نذهب إلى حطة من تغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين إذن هذه الآية أيضا كما قال الحافظ السيوط المنهاجي تعليقا على هذه الآية فلم يخص الله تبارك وتعالى مسجدا سوى بيت المقدس بأن وعدهم أن يغفر لهم خطاياهم بسجدة فيه دون غيره إلا بفضل خص الله به يعني بمعنى أنه أن الله عز وجل جعل الصلاة في هذا المسجد الأقصى المبارك الذي عبر عنه بحطة دخلوا حطة لمنطقة تحطي على المسجد الأقصى المبارك فيه مغفرة للدنوب وهذه ميزة وفضيلة خاصة لهذا المسجد الأقصى المبارك لم تكن إلا قبله للمسجد الحرام في مكة المكرمة ثم للمسجد النبوين الشريف في المدينة المنورة الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين هذه يعني أشرنا إليها هذه الآية نزلت في أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام حينما قال الله عز وجل ونجيناه ولوطا لأنه ولوط ابن أخته أو بعض العلماء يرى أنه ابن أخيه كلاهما كان نبيا ورسولا إلى أقوامهم كانوا في العراق ثم كان هناك تآمر عليهم من النمروذ وما إلى ذلك خاصة على أبينا إبراهيم حينما ألقاوه في النار بعد أن هدم الأصنام وما إلى ذلك والقصة المعروفة في القرآن الكريم في أكثر من سورة فيعني الله عز وجل نجاه منهم بعد ذلك وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام فهاجر هو وابن أخيه وابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام أيضا إلى فلسطين طبيعا معروف أن إبراهيم الخليل جاء الله به إلى مدينة الخليل حبرة سمت الخليل باسمه باسمه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام والتي كانت هي جزء من إقليم بيت المغدس في مراحل متقدمة من التاريخ الحقيقة في ذلك الوقت وطبيعي نجى الله تبارك وتعالى لوطا إلى منطقة ازدوم في أريحة ازدوم في أريحة أعظم أن تقع شمال أريحة وهي منطقة يعني كان فيها قوم لوط والذين كانوا يعملوا الفاحشة من دون يعني خالفوا وشذوا عن خلق الله تبارك وتعالى فيعني أن الله عز وجل نجى كليهما إلى الأرض المباركة المقدسة التي بركنا فيها كما قال الله عز وجل والبركة هنا معروفة البركة في الزروة والثمار والأنهار والأهل الذين يقتنونهم إلى ذلك فهذا كل يؤكد على بركة خاصة لهذه الأرض المباركة المقدسة والمراد بها القدس وفلسطين وبلاد الشام الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى ولقد تتبنا في الزبوري من بعد الذكر أن الأرض يرثو عبادي الصالحون قال الذكر الحافظ السيوط المنهاجي عدة أقوال في المراد بالأرض من هذه الأقوال أنها الأرض المقدسة يعني بيت المقدس يعني بيت المقدس بالتعريف القديم الذي أشرنا إليه وهو الإقليم بيت المقدس المشهور في مساحة حوالي ستمائة كيلومتر مربع تقريبا يعني برضو هذا في إشارة هذا قول من الأقوال هناك بعض أقوال أخرى يعني المراد لثو عبادي الصالحون يعني بصفة عامة الأرض وليس فقط بيت المقدس لكن الحافظ السيوط كأنه رجح في كتابة حافة الأقصة في فضاء الأقصة رجح قضية أنها الأرض بيت المقدس الآية الخامسة قبل الله تبارك وتعالى عن مريم عليه الصلاة وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين طبعا هذه الآية من سورة المؤمنين سورة المؤمنون قال بعض المفسرين المراد بالربوة بيت المقدس معروف أن الله تبارك وتعالى آوى مريم وعيسى إلى منطقة بيت الأحم حيث كان الميلاد فيها في بيت الأحم طبعا هي الربوة بمكان مرتفع كانت ربوة مكان مرتفع وابنها مكان مرتفع تقريبا ضمن سلسلة جبال المدينة المقدسة ومن ثم يعني ربنا آوى مريم وابنها عيسى في هذا المكان الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام بأمر الله تبارك وتعالى فقال المفسرون أن الله عز وجل آواهما إلى ربوة يعني إلى بيت المقدس إلى المكان المقدس ولذلك اعتبر عيسى عليه الصلاة والسلام ممن دخل المسجد الأقصى المبارك ترجمة نانسي قنقر